ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الاجتماع التفاوضي المشترك بين الحكومة الاتحادية ولجنة المالية النيابية ووضع اقليم كردستان وناقش الاجتماع الذي عقد في القصر الحكومي الالتزام بتنفيذ قانون تمويل العجز المالي الذي صوت عليه مجلس النواب الشهر الماضي وبحث آليات تنفيذه بالشكل الذي يراعي العدلة في توزيع التخصيصات المالية لجميع مناطق العراق اشتركوا في القناة